هذه الطريقة تؤدي إلى حيفا 33 كم تفصل عن خزانات الأمونيا فيها إنها مسافة صاروخ هذا موقع حنيطة الإسرائيلي بعيد مئة الأمطار هي مسافة الرصاص والاقتحام من منطقة اللبوني بدأت جولتنا على نقاط حدودية لمعاينة الدفاعات الإسرائيلية المستحدثة هذا عائق حفرته جرافات الاحتلال لمنع التسلل وهذه أجهزة تنصط المقاومون الذين تحدثنا إلى أحد ضباط العمليات منهم يراقبون كل ذلك هو عم بقلنا أنه عم بقوله المقاومة أنه أنا عملت هذا الشيار وعملت هذا السيتر أنا شكلت مانع لأمام تغضم أي قوات لألك حد زيتك أنت بس بدك تتقدم هذا رح يشكل لقائق ومانع طبيعي دون استنزف بالقتال أنا وأنت شو بتقوله أنت هذا يبقى شأنه المقاومة وهو يعرف المقاومة جيدا انتقلنا إلى مقابل موقع جل العلام الإسرائيلي شريط شائك يفصلنا هي نقطة لم يتوقع الاحتلال أن تخرج منها الكاميرات فعلى مقربة من هنا نفذت المقاومة كمينا نوعيا قبل ثلاثة أعوام لم يستطع الاحتلال فك لغزه حتى اليوم فهذا الموقع يعد من أهم مواقع التنصط الإسرائيلية المقاومة عادت إلى مسافة صفر من السياج الحدودي وهي معادلة ما قبل القرار الدولي 1701 تحليلاتنا السياسية وتقديراتنا الميدانية وقراءتنا الواقعية لطبيعة العدو ولطبيعة الجبهة ولطبيعة المعركة تقول أن الاحتمالات المواجهة في الجنوب اللبناني ضعيفة للغاية وأن سمعت السيد أطلق تلك الرسائل فقط من أجل ردع العدو ومنع من التفكير في احتمالات مجنونة والقيام بعملية غادرة ضد لبنان في منطقة مطلة على الساحل الفلسطيني ذو الوزن الاستراتيجي بالنسبة لإسرائيل عسكريا واقتصاديا كانت الجولة هذا معطن استراتيجي وأمام موقع للتنصط كانت جولة أخرى ما يعني أن المقاومة حصلت الإطباق الاستخباري على يوميات الشمال الفلسطيني المحتل الاحتلال يعالج تكتيكات قديمة المقاومة لها تكتيكات جديدة تقول التجربة لا تفسير لزيادة الاحتلال الإسرائيلي من دفاعاته سوى زيادة خوفه من المقاومة لكن ثمت تفسيرات عديدة لأن تجول مقاومة على الحدود وتعرض دفاعات عدوها ربما هي لغة حرب وشيكة وربما هي لغة تأجيل حرب وشيكة حمد محسن من الحدود اللبنانية الفلسطينية الميادين ترجمة نانسي قنقر